سيد مروان حامد احنا سعداء جدا انك معنا النهاردة سعداء بتكليمك في مهرجان الجونة السينمائي احبين نتكلم معاك وغالبا هنبقى اول مرة احنا نقولك اكشن فالعلبة دي هنطلع منها كروت هتطلعها احطها قدامك وانت هتختار كارت ولما تختار وتديوني عشان انا اللي اسألك السؤال اتفضل اكتر لحظة حاصيت فيها بالنجاح والرضا لحظات كتير بصراحة يعني في الفيلم الاخرين بالذات كيلا والجلم لان كان فيه تواتر كبير قبل الفيلم لو كان فيلم ضخم ومر بظروف صعبة وكان فيه احداثه صعبة يعني واخنا بنصوره وكان عليه challenge كبير جدا فالحمد الله الناس استقبلته بشكل جيد جدا اول فيلم لايه برضو في عمارة يا عقبيان كان الفيلم عليه pressure كبير وتوقعات كبيرة ومسئولية كان ضخمة جدا فالحمد الله الناس استقبلته بشكل جيد جدا لحظة مثلا زي لحظة التكريم دي كانت برضو لحظة سعيدة جدا ومؤثرة جدا طب حلوة قوي اللي انا شايفة مهم اللي انت من اللي حكيته ان انت بالوقتي فكرتني كان عندك فيلمين فعلا كان فيهم صعوبات وكانهم علشان يتولدوا كان فيه مشكلة طبعا انت بيبقى لك طريقة ان انت بتبقى هادي جدا كأنما يعني بتتوترش لا هو انا بتوتر طبعا جدا بس بحاول خادر امكان ان انا منقلش هذا التوتر لما بيحصل مشاكل او بيحصل عطلة او بيحصل كده لازم نفضل احبين الفيلم اللي انا بنعمله بنفس الطريقة ما يفعلش الفاشن بتاعنا يقل تجاهه لو انا الفاشن بتاعي يقل تجاهه هتتنقل على طول لكل الناس التعاطر طبيعي ما تش حد ما بيتوترش ولو الواحد ما توترش اعتغطي بمشكلة لازم الواحد طول الوقت يبقى حاسس انه هو عنده دافع وانه يشتغل احسن فبالتالي لو لو احد دخل مشروع او فيلم وهو متطمن كده ريد سكوت المخرج ما شاء الله في التمانينات من عمره خبرة كبيرة جدا ليس اي الحاجة شبه كده قريب على فيلم نفولي انه هو بعمل ان المخرج لازم يعيش مع الطاطر لازم يتعلم ازاي يعيش مع الطاطر بشكل ما طبيعة الحال مع مهنتنا بالذات everything does not go as planned مفاجأت طبعا لازم الواحد يبقى عنده قدرة برضو انه هو يؤدابت يعني سعب انه بعملين زي السيلرز كده يعني يعني مثلا ابسط حاجة كان واحنا بنعمل مثلا فيلم امارة ياعوبين فيه فوكس طبعا وفيه فوكس ماركس موجودة وكده بعدين كان فيه الفنانة الكبيرة يسرى في مشهد مع الاستاذ عادل امام وهو الاستاذ عادل بيمشي تكلم مع ربنا يعني وهي كانت وقفة وورا فاحنا البروفي اللي عملناها هي ما تحركتش بعدين لما جي الشوت فهي قامت مشاورانه وتحركت فخرجت برا الفوكس بتاعها فالشوت باص إنما مساعدة المصور وقتها اللي هو دلوقتي مدير تصوير كبير ماروان صابر عمل تصرف في منتهى الزكاء ومنتهى العفوية إنه هو خلي الشوت كله اوتوفوكس وكأنها مقصودة كأنها افاكت وتصرف بعفوية شديدة جيدة ناردينجي قال لي قال لي بص هي كانت اول ما ابتدت كانت حتخرج برا الفوكس كانت شوتها يبوز فانا عملت كده فانا خدت دي في الادت وحطتها كاملة بالاوتوفوكس بتاعها وكأننا قصدينها وقمنا كانت فرصة كويسة إنه يتحط عليها حتة نزيكة حلوة عشان كده ربنا حيحسبني برحمة كبيرة هيعمل لي اكبر لازم تخص عشي في المية تلاتية قمسين في المية بتخليهم مية في المية تلتغفون ورحيم تلاتية 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 بعد احضرلو واذاكرلو بطريقة مختلفة علشان انا مباش اعملتو ابل كده يعني بيبقى حاجة فيها اا بغربها لاول مرة ومعملتهاش قبل كده فلازم اذاكرها يعني مثلا مكنش عملت افلام اكشن مثلا قبل ابراهيم لفل كنت لازم اذاكر مكنش عملت ثريلر قبل تراب الماس فكنت لازم اذاكر مكنش عملت فانتيسي وهورر قبل في اللازر كنت لازم اذاكر وهكذا كل مشروع لول تشاللنج بتاعه فلازم بارجع بعد كده واذاكره كويس قوي قبل ما ما تقدم فيه لما بتقول بقى زاكر بتعود تزاكر قد ايه؟ اعتقد من 9 شهور لسنة ده فاطل التحضير كويسة جدا 9 شهور لسنة؟ يعني حواليك هلا حاجة في هوليوود بيقدروا في اوقات شبه كده والفيلم بياخد منهم من سنتين في السينما الأوروبية ساعد بيعودوا 3 سنين في الفيلم فممكن دايبان انه هو كتير بس انا رأي انهم مش كتير لانه 9 شهور لسنة ده هم متقسمين ايه؟ فيه 3-4 شهور للسيناريو بعدين معاينات وتحضير وبروفات وبعدين يعني في الحاجات دي كلها بتلاقي انها جمعت لها 9 شهور تقريبا قبل بدء التصوير يعني دلوقتي احنا طبعا يعني بنشكرك جدا 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 على الوقتك اولا وانه احنا في مهرجان الجونال السينما انت ده حصل التكريم الجميل اللي حصل لك واحنا كلانا كنا في منتازة انت تستهلوا فعلا وبنحب ده من حد ناجح زيك ان احنا نطلع من خبرته الحياتية والمهنية حاجات نفيد بيها فيه شباب كتير دلوقتي في المهرجان داخلين عاوزين يشوفوا ممكن يدخلوا يحبوا يعملوا في مهنة الاخراج او التمثيل او كده فنستفيد من خبرتك ان هم يتعلموا حاجات وبنشكرك جدا 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 واتمنى نشوفك قريب وي общемانم افضلوه مجزبلم جدا جدا ثلاغ مجزبه ه Contact في مهن العمل én إنه على رقبت تصوير نشكر جدا ويانه تعامل